طيب خلينا نتكلم في حالة غياب ياسين بونو عن المطش القادم هل ممكن يبقى فيه خطورة؟ هو الحقيقة مونير المحمدي النهاردة عمل مطش كواس جدا يعني أنا مش هقدر أقول إن منتخب المغرب هيفتقد ياسين بونو لأن إحنا شفنا البديل بتاعه عمل إزاي وبيبقى صعب جدا على حراس المرمة تحديدا إنهم يدخلوا أجواء المباريات يعني بالنسبة للعيبة اللعيبة اللي بيهو الملعب العشر اللي بيهو الملعب بيبقى غالبا الموضوع أسهل شوية التدريبات دايما بيبقى فيها جاهزية أكتر لكن حراس المرمة تحديدا بيخرجوا ذهنيا من بره المشاركة أول ما بيعرفه الحارس الأساسي لأن خلص بيبقى غالبا هو ده اللي هيعتمد عليه لحد نهاية البطولة ونتكلم إن هي البطولة بتقام في مدة أقل من شهر فغالبا بتبقى أنت عايز تحافظ على تركيز الحارس الأساسي بتاعك حتى لما بتيجي مطشات تحصيل حاصل يعني مثلاً لو منتخب ضمن التأهل نادراً نادراً لما تلاقيه بيغير الحارس بتاعه في المطش الأخير الحارس ما بيتعرضش للإيجاد اللي بتعرض له المهاجم أو الجناح أو لعب الوسط فهو مركز بيبقى دايماً معتمد على الحضور الزهني النهاردة منير المحمدي فاجئني إن هو حاضر زهنياً كسين بونو هيبدأ المطش نزل ويغنى النشيد الوطني مع زميله وبعد ذلك حس بدوار فخرج الحارس اللي احتياطي ينزل يقدم مباراة كبيرة زي دي هو النهاردة تصدل ثلاث تزديدات أنا بشوفهم مهمين جداً واحدة من إدن هازارد واحدة من تورجان هازارد واحدة من باتشوية واحدة منهم لو كانت سكنة الشباك لان انتيجة 00 واحدة منهم كانت خلاص أعتقد إنها كانت هتمنح منتخب الجي كالفوز فأنا بعتبر كنظوره مهم وحاوي جداً النهاردة فاجئني بحضوره ذهنياً وفاجئني إن أنت راجل مجهز إن أنت عتق على الدك خلاص